مع توسع الموانئ محافظة البصرة وازدياد الاعتماد على الأيدي والخبرات المحلية افتتح معهد الموانئ كإضافة أخرى إلى مسيرة تطوير المنفذ العراقية نحو العالم افتتح وزير النقل عبدالله اللعابي محهد الموانئ للدراسات المهنية والإدارية في منطقة المعقل بمحافظة البصرة المحهد يستوعب بـ 20 طالبان وبقسمين إدارة الموانئ وتقنيات الموانئ وذلك بعد أن تم أخذ الموافقة من وزارة التعليم العالي تم استحداث قسمين قسم إدارة الموانئ وقسم تقنيات الموانئ في معنوانئ وحصولنا على الاعتراف من وزارة التعليم العالي بالشهادة راح تمنحنا شهادة معادلة لشهادة معاية تقنية تمنح للطالب بعد التخرج وبإمكان الطالب في هذه الشهادة أن يكمل الدراسة أو يتحول إلى التعيين أو العمل القسمية تستقبل 60 طالب في كل قسم يعني مجموعة طالب 120 طالب أدنى معدل للقبول للإقسان الفرعين العلمي والأدبي العلمي الإحيائي طبعاً والتطبيق الثانيات المقبولين والفرع الأدبي أقل المعدل هو 60% وللإعداديات الصناعة والتجارة نسبة 10% من كل فرع يقبلون بمعدل 70% نحن اليوم نقف في مركز تدريب الموانئ بعد اعتراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشهادة الممنوحة من هذا المركز ومعادلتها بالدبلوم ستباشر ولأول مرة في تاريخ الموانئ بتدريس وتدريب الطلبة الراغبين بالدراسة في قسمي إدارة الموانئ وتقنيات الموانئ ومنحهم شهادة معترب بها تعادل شهادة الدبلوم الممنوح بعد الدراسة الإعدادية حقيقة هذا إنجاز مهم لصناعة نقل البحري في العراق ليس للموانئ فقط للنقل البحري للنفط للقطاع الخاص العامل في هذا الميدان وهو طفرة نوعية ستمكن حقيقة البصرة وتمكن وزارة النقل من تأهيل كوادر قادرة على أن تتحمل المسؤولية وتدير شؤون الموانئ وتدير شؤون نقل البحري بامتياز وبمهارات وكفاءات عالية على هامش الحفل افتتح الوزير مشروع طريق صداقة الكورية شارع الموانئ من قبل شركة دايل كورية في البصرة والمشروع سيجتمل على كافة البنى التحتية من إكسان جديدة وأرصفة ومنظلات انتظار وإنارة وكلفة المشروع ستكون على الشركة المنفذة مبينا أن الآليات والمعدات ستباشر بالأعمال وبسقف زمني حجد بخمسة أشهر اليوم حقيقة ستباشر شركة دايل كورية بتنفيذ شارع الموانئ شارع الذي نقف به حاليا والذي سيكون شارع الصداقة العراقية الكورية التنفيذ سيشتمل على كافة البنى التحتية لهذا الشارع من إكساء جديد وأرصفة جديدة ومظلات انتظار وإنارة حديثة وسيكون شارعا نموذجيا تقدمه هذه الشركة كهدية عما تنفذه حاليا من منشآت كبيرة في ميناء الفاول كبير وبنى تحتية من سدات صخرية وطرق برية وما إلى ذلك من أعمال يشهدها الميناء حاليا ومثل ما تلاحظون بالمرتسمات سيكون هذا الشارع حقيقي شارع نموذجي تتوفر فيه الخدمات كاف رغم الإنجازات التي تفتخر بها البصرة وتحسب لها لا نستطيع تجاهل الأزمات المرورية التي تحدث عند وصول أي مسؤول لمتابعة المشاريع فقطع الطرق على المواطن وخلق أزمة سير وتأخير الأعمال من أجل قطع شريط أصبح كابوس المواطن ويجب عليه أن يلتزم الصمت الاحتفال تعبير عن الفرح لكن أفرحنا دائما منقوصة فبعد أن جاءوا ليحتفلوا بمشاريع جديدة للشركة العامة لمواني العراق تحول إلى يوم أسود فقطع الطرق على المواطنين لاستقبال الوزير لم يدعهم يهنؤوا بيومهم لقناة وطن الفضائية نور ماجد البصرة